هذا وقد تسببت صحب الرماد البركاني في تأجيل زيارة بعثة من المسؤولين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي إلى اليونان حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي وقد طلبت اليونان في الأسبوع الماضي إجراء هذه المحادثات من أجل بحث التفاصيل والسياسات التي يمكن أن تشكل أساسا للحصول على قروض وفقت عليها دول منطقة اليورو وتعد حزمة الإنقاذ الثنائية لليونان التي سيتم خلالها تقديم حوالي ثلاثين مليار يورو في السنة الأولى من منطقة اليورو وما يصل إلى خمسة عشر مليار يورو متوقع من صندوق النقد الدولي تعد أكبر محاولة إنقاذ متعددة الأطراف لإحدى دول الاتحاد الأوروبي